السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في متابعة لما يحدث في شرع الحبيب بورقيبة في تونس العصمة الشرع الرئيسي الشرع الرمز امام مقر وزارة الداخلية امتار فقط حادثة صارت هل هي ارهابية هل هي حادثة معزولة هذا الكل بشتعرفوا عليه في هذا الفيديو خبر عاجل دار فجأة على مواقع تواصل الاجتماعي على مواقع اخبارية انه فما شخص حاول انه يطعن احد الامنيين اللي كان متواجد في شرع الحبيب بورقيبة في تونس العصمة شنو الاحكاية بالضبط شنو حكيت اطلق النار اللي فيها هل تم تبادل اطلق نار كما راش في بعض الصفحات مع هذا العنصر ام لي هل فما هل هو ذئب منفرد يتحرك في اطار مجموعة كاملة وإلا لي طبعا بش نحكي وعلى هذلك الفيديو مصور هبط في مواقع اخبارية شخص في يده ساتور وسكين كبير اللي هو منفذ الهجوم على الداخلية قاعد يدور ويمشي في الشارع عادي وهو شيد معانا في يد منه وفي يد منه ساتور والسكينة الكبيرة وعادي دور إلا انه حاول انه يتعن عاون امن فما حالة استنفار كبيرة استنفار امني في شرع الحبيب بورقيبة في تونس العصمة على اثر هالشخص هذا اللي حاول انه يعتدي على امنيين اللي كانوا متوجدين في شرع الحبيب بورقيبة كانت حالة استنفار قصوى وتعزيزات امنية كبيرة اتحولت امام مقر وزارة الداخلية طبعا لازم نتحركوا نذكروا شوية انه وزير الداخلية في الساعات الماضية يعمل برشة زيارات الى مراكز امنية قدم عدة توصيات الى يعني القيادات الامنية الكل من انه لازم يتم مزيد من اليقظة والتأهب لاي تحرك محتمل هذا اكيد فما تهديدات جدية الى تونس والامن التونسي الموضوع هذي نقابة اقيم الامن الوطني في تونس كانت نشرت صورة للمحجوز اللي تم حجزه عند الشخص هذا اللي هجم اعوان الامن امام وزارة الداخلية مثل المحجوز في سكين يدوية الصناع يعني مصنوعة باليد وشغور المواطن هذي تم ايقافه بعد استعمال طلق ناري امام وزارة الداخلية بعد ما حاول انه يعتدي على امني بواسطة سطور في تفاصيل هذا الخبر نلقى وانه عوان الامن اضطروا لي اطلق النار بشي تم القاء القبض اه عليه شكونوا شخص هذا شنو هويته هل هو ارهيبي هل هو ذئب منفرد اما لحسب المعلومات المتوفرة فانه يعني اطلق النار تم لي افشيل المخطط انتعله هو الاعتداء على الامنيين امام وزارة الداخلية وحسب موقع اخر خبر اونلاين فانه شخص هذا اللي هاجم اعوان وزارة الداخلية بسطور هو متشد الديني ومصنف لداء الوحدات الامنية ولكن القوم صادر اخرى تضيف انه المعني بالامر عاد مؤخرا من سوريا هو اصيل قصر رهلال من ولاية المونستير الوحدة الامنية تمكنت من السيطرة على الوضع واتلق النار عليه في حين توليت الوحدة الوطنية لمكافحة جرائم الارهاب بالجورجيني توليت نقله للتحقيق معه قلت هو عائد من سوريا اصيل قصر رهلال مؤخرا من مزيل كيفرجع فرقة مقاومة جرائم الارهاب او مكافحة جرائم الارهاب هي لتوليت التحقيق معه يعني تنجم يعني احتمال كبير انه تكون العملية هذه ذات صبغة ارهابية ولو انه نستبعد وانه يكون الشخص بشي ينفذ عملية ارهابية يحوس بشكل مفضوح وبشكل مباشر في الشارع مع السطور والسكين هذي ولكن الفرقة لتوليت البحث والتحقيق هي الوحدة الوطنية لمكافحة جرائم الارهاب بالجورجيني طبعا معلومات اخرى على هوية هذا الشاب هو طالب اصيل المونستير هذي موزيكا فيم تقول اللي هو طالب اخر خبر اونلاين تقول اللي هو عقد مؤخرا من سوريا موزيكا فيم تقول هو طالب اصيل ولاية المونستير من مواليد 1990 تقول ايضا هو مدرج بسجلات وزارة الداخلية لشبهة انتمائه لعناصر متطرفة وارهابية بالتالي هذه العملية ضد صبغة ارهابية المعلومات المشتركة بين موزيكا بين اخر خبر واضحة هو انه العنصر هذا مسجل بسجلات وزارة الداخلية عنده شبهة الانتمائه لعناصر تكفيرية وارهابية طبعا اصيل ولاية المونستير زده كيف كيف ولكن فقط اختلف بسيط موزيكا تقول هو طالب واخر خبر تقول عادة مؤخرا من سوريا اذا كان هو طالب في الوقت الحاضر كيفش يرجع مؤخرا من سوريا يعني ما كانش يقرأ هذا هو المفروض نلقاو زيدا انه الشبهة متاع الانتمائه لعناصر متطرفة وارهابية ثابتة على هذا الشخص عادة مواقع اخبارية اخرى يعني داولة هذه الاخبار اليوم خلينا نحكي وانه اطلق النار كيفش اصابوا بالضبط اطلق النار هو اعوال الامن يقولوا احنا تعاملنا معه لانه كان هيدا علينا بالشاقور يحب يضرب الاعوال فتم اطلق رساسة اصابت احد رجليه اللي تتم السيطرة عليه هو الاستنجاد فيما بعد بسيارة اسعاف توليت نقله الى مستشفى اريانا وصت حراسة امنية مشددة كما زيدا تم اطلق سراح شخص ثاني تم القبض عليه للاشتباه في تورطه مع هذا الشخص في محاولة الاقتحام ولكن فيما بعد تبين انه ما عندوش علي قليوم الارهاب في محيط وزارة الداخلية في محيط شراء لحبيب بورقيبة بتونس العاصمة وزارة الداخلية اللي جورها قدش من مرة رئيس الجمهورية قيس سعيد وزارة الداخلية اللي حط فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد توفيق شرف الدين يده لمن؟ الرجل اللي عندو فيه ثقة كبيرة اعادوا وثقر له من هشام المشيشي واعادوا الى منصب وزارة الداخلية وزارة الداخلية اللي يبدو انه عندو معلومات مؤكدة معلومات تختيرة قاد يوصف الامنيين انهم يكونوا على اهبة الاستعداد ردوا بيلكم احميوا تونس اليوم العملية هذي عملية اختيرة باتم معنى الكلمة لانه اختيرة من شنوة اختيرة مما ورائها من ناس اللي ورائها عليش كل مرة تشتد فيها الازمة السياسية الا ويلجقوا الى الارهاب شكون الاطراف اللي دعمتو من حسن الحظ انه ما فيميش تفجير اليوم ولا ما تمش قتلش اخصاذي بيش يموتوا معاه السر اليوم بش يتم التحقيق مع هذا شخص ان شاء الله يتم الكشف على الاطراف اللي حرضته اللي معناه ما ولدته اللي دفعت عليه بيش يمشي الى ويتجرأ على وزارة الداخلية ويتجرأ على السيدة الوطنية ويتجرأ على رئيس الجمهورية ويحاول ينفذ عملية ارهابية بشغور بسطور بسكين بسلاح مش مهم من الاسلوب ولكن المهم انه شخص حاول ان شاء الله فيما بعد التحقيقات ما تقلناش مهبول وما تقلناش يعني في حالة نفسية ولا تحت تأثير مادة ما نعرف شنوة ان شاء الله يتم التحقيق المرة هذي وما يتمش الضحك على الذقون متاعت وين صاروا نعرفوا كل شيء ونحبوا نعرفوا وكان الحق